عندنا النهاردة دراسة جمان جديدة بتقول انه لو حصل وتم تحرير سعر صرف العملة المصرية هتبقى اثار هذا التحرير خطأ يعني خطر ليه بقى اولا الدراسة دي يا جماعة ايمة على فكرة مركزية ايه الفكرة المركزية الفكرة المركزية انه سعر الدولار امام الجنيه مش حر سعر الدولار امام الجنيه الحكومة افشى فيه ومسيطرة عليه كل يوم تزود عشة ساغ ربع جنيه بطريقة يعني ايه انه الطريق طويل واحنا معناش فلوس كتير نبزرها من اجل السيطرة على سعر الفرق بتاع العملة ما بين الدولار والجنيه فا هي الحكومة شغالة بالطريقة دي الدراسة عندها عدد من التوصيات كلها توصيات كانت تستطيعها هذه الحكومة انها تاخدها من ثمان سنين ونبتدي نشوف اثارها من دلوقتي لكن في الحقيقة كل التوصيات اللي هي مثلا تطوير انتاج القطاع الانتاجي والزراعي والصناعي والعمل على تعزيز مرورة القطاعات للتقليل الاستراض ها كلام كان ممكن تعمل ما تعملش بننا عاصمة جديدة العمل على تنمية وتطوير رأس المال الفكري والتكنولوجي في الاقتصادات النامية والتوجيه استثمارات الاجنبية المباشرة لمجالات انتاجية كلام كان ممكن يتعمل لكن الاسف احنا يا جماعة الحكومة ما ذكرتش المنهج انا قلتلكم قبل كده الحكومة بتجيب كتاب الاقتصاد تعملوا قراطيس تعملوا مراكب تلعب تعملوا طيارات وطياروا في الهوى ويقعدوا الوزراء يطياروا البعض في طيارات كل واحد يحدف طيارة على زميله لكن ملهمش اي علاقة بهذه الارشادات خد بال حضرتك الارشادات دي او التوصيات للدراسة دي خارجة بيها هي نفس التوصيات اللي خرج بيها البنك الدولي هي نفس التوصيات اللي خرج بيها صندوق النقد من امتى من ساعة ما اخذنا القاردة 12 مليار دولار